غاضباً وموبخاً لغة لا تحتاج مترجماً وحوار يصل لمن به صمم ذلك ما ظهر من كيم جونغ أونغ زعيم كوريا الشمالية الذي أجل عقوبة زعاجه من المقصرين إلى حين الآن وبكل صرمة وحسم أمر الزعيم كيم الانتقام من مجهري لا يرى وحشد جيشه وخيله للقضاء عليه أو على من تسول له نفسه الإصابة به سراً خمسون حالة وفا ومليون ومئة ألف إصابة تتحدث عن حمى خشيت وكالة الأنباء الرسمية تسميتها بالوباء دفعت بالزعيم الكوري الشمالي إلى عقد اجتماعات يومية مع الخروج بنفسه لتفقد ما حصل من تقصير رغم الإجراءات الصارمة والإغلاق المبكر مع بداية ظهور كورونا قبل أكثر من عامين فكيف خرجت الأمور عن السيطرة وسمح لهذا المجهري أن يتحدى القيود؟ توبيخ وانتقاد لا دع وجه الزعيم المستاء من السلطات الصحية التي أوصلت البلاد لهذا الحال بسبب الإهمال والتراخي في التعامل مع الأزمة قبل خروجها عن السيطرة وهي الجهة المسؤولة عن توفير الأدوية جونغ أون ينتقد السلطات الصحية في كوريا الشمالية ويأمر بتعبئة الجيش للتدخل وحل مشاكل تتعلق بالمخزون الدوائي في بيونغ يانج التوبيخ الشديد طال أيضا المكتب السياسي الذي يجتمع معه بشكل يومي لإدارة الأزمة التي ألمت بالبلاد واعتبر الزعيم الكوري الشمالي أن الأوامر لم تنفذ بشكل صحيح والأدوية لم يجري توفيرها كما يلزم في الصادليات وهذه الأخيرة لم تنفذ ولم تلتزم بأمر فتح أبوابها 24 ساعة كيم يدرك أن تفشي المرض سيحدث اضطرابا كبيرا في البلاد التي تعد الأسوأ عالميا في النظام الصحي البلد النووي الذي يجري اختبارات نووية على مرأة العالم لا يدري العالم أنه يفتقر إلى معدات طبية لإجراء اختبارات على فيروس كورونا سمح سيد العربية ترجمة نانسي قنقر